اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في اول زيارة منذ الحرب رئيس الوزراء العراقية تباحث مع الرئيس السوري في دمشق حول تعزيز العلاقات بين البلدين معلنين وحدتهما في وجه الارهاب والمخدرات وأزمة شح المياه في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق جلس الرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقية يتباحثان زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2010 بين بلدين يربطهما تاريخ طويل من العلاقات والأزمات المشتركة نقش الأسد والسوداني سبل تعزيز العلاقات بين بلديهما على رأسها الأمنية والاقتصادية العناوين الأبرز على طاولة هذا اللقاء كانت من نصيب مكافحة الإرهاب والمخدرات وشح المياه واللاجئين وهو ليس بالغريب عن بلدين يجمعهما أمن الحدود وعانى طويلا من نشاطات تنظيم داعش وتهريب المخدرات سوريا والعراق بلدان لهما مصير مشترك في مواجهة المصائب والكوارث ليس أولها داعش ولا آخرها شح المياه وتبنى البلدان استراتيجية مشتركة لملاحقة الإرهاب وتعزيز الإجراءات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية يدرك العراق جيدا أهمية علاقته بسوريا ولطالما سعت بغداد لكسر عزل تجارتها الإقليمية ولعبت دورا حيويا أصفر عن عودة سوريا إلى الجامعات العربية اقتصاديا بين البلدين لجنة سورية عراقية مشتركة وقد وقعت عددا من مذكرات التفاهم فوسط العقوبات تحاول بغداد ودمشق فتح ميزان اقتصادي متساوين بينهما وخلق اقتصاد مشترك في 2010 كان العراق أكبر شرك تجاري لسوريا بإجمالي صادرات بلغ 2.29 مليار دولار أما العراق فقد بلغت صادراته إلى سوريا في هذا العام نحو 30.3 مليون دولار أغلبها كان لوقود ومنتجات كيميائية لكن في 2015 وهو آخر عام سجلت فيه الأمم المتحدة بيانات للبلدين هوت كل هذه الأرقام لأصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 77.8 مليون دولار فقط تعاني الدولتان قضايا تمس أمنهما معا منها أزمات وضقلبات تحل فيها الجارة تركيا طرفا ثلاثة ملفات رئيسة عنوانها أنقرة كارثة مياه الفرات وشن هجمات على أهداف كردية في البلدين والإرهاب عبر حدودها ببنائها سدودا ومشاريعا على منابع نهري دجلة والفرات داخل أراضيها تسببت تركيا في كارثة نقص شديد في المياه في سوريا والعراق وبعد حالة من الهدوء النسبي التي يعيشها البلدان وبسبب التأثير المتبادل لكل منهما في الواقع السياسي يبدو أن الحرص على تعزيز وتوثيق العلاقات متبادل بين أنقرة ودمشق بما يحقق مصالحهما المشتركة قبل البدء مشاهدين الكرام في النقاش أذكركم بسؤالي الرابط وهي ما هي المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن يحقق التقارب بين سوريا والعراق وأي تحركات سياسية للبلدين في ملفي حصص المياه وتدخلات أنقرة ضد الأكراد أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من دمشق الدكتور عبدالقادر عزوز المستشار في رئاسة ملس الوزراء السوري ومن بغداد الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي ومن اسطنبول السيد هشام جناي الكاتب والباحث السياسي المختص في الشؤون التركية أهلا بكم جميعا دكتور عبدالقادر أبدأ معك كيف ترى شكل التقارب في هذه المرحلة بين العراق وسوريا التحية لك وأصعد الله وأوقاتك وأوقات جميع الأخوة العاملين في قناة الشرق وجميع الأخوة الضيوف وأيضا الأخوة المشاهدين طبعا لا شك بأن هذه الزيارة هي محل ترحيب من قبل سوريا حكومة وشعبا خاصة وأن الروابط التي تجمع بين كل من سوريا والعراق روابط تاريخية واجتماعية ومصالح مشتركة وأيضا مصير مشترك وبالتالي هذه الزيارة ضرورية لإنضاج العديد من الملفات خاصة بأن هناك تحديات مشتركة هناك فرص مشتركة سواء على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي ولا شك بأنها تحتاج إلى إرادة سياسية وقرار سياسي رفيع المستوى وأعتقد بأن اليوم كلا البلدين في صدد أن يبحثوا وأن يعطيوا دفعا جديدا للعلاقة بين كلا البلدين لمصلحة شعبيهما وأيضا لمصلحة استقرار المنطقة وشعوبها بشكل عام فالتوافق السوري والعراقي يصب في مصلحة الجميع سواء على المستوى العربي أو حتى أيضا دول الجوار الإقليمي الملفات متعددة متنوعة أشار إليها كلام سيادة الرئيس دكتور بشار الأسد في المؤتمر الصحفي وكذلك سيد رئيس الوزراء العراقي الملفات متتنوعة ما بين ملفات زاد طابع أمني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب دفع التنسيق والتعاون الأمني خاصة بأن هناك حديث أو محاولات لإعادة إحياء الداعش مجددا إحياء العمليات الإرهابية بين جانبي الحدود أيضا موضوع قضية النزعات الانفصالية وعدم السماح بأن تكون سوريا أو العراق منصة لاستهداف أي من دول الجوار وبالمقابل أيضا هناك التزامات على الجانب التركي فيما يتعلق بسوريا وخاصة قضية المياه وما أثرت عليه من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وخاصة العوز المائي والفقر المائي وغيرهم دكتور حسين يعني الدكتور عبد القادر يتحدث عن عملية نضج إلى أي مدى بحسب المعطيات التي حصلت في الفترة السابقة اليوم يمكن أن نتحدث عن ما ستحقق هذه الزيارة وهذا التعاون المشترك بين البلدين يعني مساء الخير عليك مساء الخير على ضيوفك الكرام مساء الخير على المشاهدين الكرام أكيد العلاقات العراقية السورية هي في تقدم وفي تصاعد في إطار الشراكة الاستراتيجية في إطار منفات مشتركة وفي إطار العمق التاريخي وعمق الجوار والعمق البشري ما بين البلدين وهذا بالتالي ما يجعل المسارات المتعددة الآن للعلاقات تسير باتجاه تعزيز هذه العلاقات وباتجاه تقوية أواصر القوة التي تمتلكها هذه العلاقات خصوصا في الملفات المشتركة كانت الملفات السياسية أو الاقتصادية أو التجارية أو كذلك مواجهة المشاكل التي يعاني منها البلدان وخصوصا في قضايا ندرة المياه والتغيير المناخي وكذلك مكافحة الإرهاب ورؤية كذلك العراق الذي راهن عليها منذ بداية الأزمة في سوريا وهي وحدة الأراضي السورية ودعم الدولة السورية والحكومة السورية وكذلك بالمقابل إلى أنه مواجهة التحديات الأمنية التي تكون متواجدة على مسار الحدود العراقية السورية والعراق عمل منذ فترة طويلة حقيقة على ترصين هذه الحدود وتحسين إدارتها وتبادل المعلومات الاستخبارية مع الجيش العربي السوري وبالتالي هذه المسارات تجعل مواجهة تحديات المخدرات وغيرها حقيقة من تحديات الجريمة المنظمة العبر الحدود وكذلك الاتجار بالبشر وتجارة قد تكون التراث والتراث الحضاري وهذا بالتالي ما يجعل هناك شراكات بين البلدين على أساس قطاعي وعلى أساس كذلك سياسات التنسيق ما بين الطرفين والعراق أكد على كذلك مسار الجامعة العربية والعمل العربي المشترك وبالتالي تأتي جهود العراق الآن في إطار عملية الاندماج العربي السوري وكذلك بالمقابل السوري العراقي وهذا بالتالي ما يجعل البلدان يتجهان نحو آفاق جديدة من خلال رؤية الرئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني الذي أكد على المشروع الاستراتيجي الأكبر الآن لدى الحكومة العراقية وهو طريق التنمية وتبادل المعلومات والرؤى مع سيد بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وكذلك كان قبلها الزيارة التي تلقاها من وزير الخارجية وهي كانت الآن زيارة رسمية من قبل سيد رئيس الوزراء أو كذلك مشاركة الوفد السوري الذي شارك في المؤتمر الخاص بطريقة التنمية وهو واحد الآن من مسارات المشاريع الأقليمية الواعد التي ممكن أن تنقل المنطقة من الصراع والتحديات الاقتصادية إلى التعاون والازدهار والتنمية وهذا بالتالي ما يحرك مسارات الإعمار والبناء إن كانت داخل سوريا أو كذلك بالمقابل يحرك قطاعات الاقتصاد العراقي والمشاريع المشتركة التي من الممكن أن تنمو على المسار الحدودي العراقي السوري سيد هشام نعلم بأن تركيا عامل رئيسي ومؤثر جدا في ملفات مشتركة ما بين العراق وسوريا اليوم هذا التقارب كيف تنظر له تركيا في المقام الأول مساء الخير أعتقد أن أنقرة والانفتاح الأخير الذي شهدناه في ظل إدارة الرئيس أردغان والذي نرى بأنه يسعى لردع الخلافات بين البلدان التي كانت على خلاف معها لسيما مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مصر وكما أيضا سوريا والعراق لأن انفتاحا ملحوظا نشهده في السياسة الخارجية التركية لا سيما على دول المنطقة فالتحديات المشتركة بين التركيا والعراق وسوريا هي واحدة لا سيما موضوع الإرهاب الذي يعاني منه دول المنطقة وتعاني منه دول المنطقة ككل هناك أيضا تحديات ربما تعاني منها دول المصب في دجلة والفرات أكثر من تركيا ولكن موضوع المياه أيضا من المواضيع المشتركة بين تركيا والعراق وسوريا علاوة على طبعا موضوع الطاقة والنفط الذي أيضا يعتبر موضوع حساس بالنسبة لتركيا والدول سوريا والعراق فمن كل هذه المشتركات أعتقد بأنها تدفع الحكومة التركية لتحث على التقارب بين سوريا والعراق ومكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع الانشقاقات في داخل هذه الدول تركيا تساند وحدة الأراضي العراقية وضد أي انقسام لأي انفصاليين في شمال العراق كما أيضا تؤكد على ضرورة وحدة الأراضي السورية وتعارض كليا أن تقام هناك دولات في شرق الفرات ومن هنا أعتقد بأن هذا الانفتاح وهذا التقارب بين سوريا والعراق يحظى بمباركة من تركيا لأن الأمن والاستقرار يهم تركيا كما يهم هذه الدول في المنطقة وأعتقد بأننا نحن الآن نسير في الحوار المشترك بين تركيا وهذه الدول فمن هنا أعتقد بأنه موضوع إيجابي بالنسبة لتركيا طيب رغم الحصار والعزلة التي فرضت على سوريا خلال عقد مضى لم تنقطع علاقات دمشق وبغداد على مختلف الصعود ولكن الخطوات العراقية تسارعت خلال هذا العام لتمتل العلاقات أو لتمتين العلاقات بين دمشق والتنسيق في عدد من الملفات نتابع خطوات متلاحقة مشاه العراق لكسر عزلة سوريا تكثفت مع بداية هذا العام ففي شهر فبراير الماضي وصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على رأس وفد برلماني عربي إلى دمشق التقى الأسد هناك وشدد على ضرورة عودة سوريا لجامعة الدول العربية وبخصوص الجزئية الأخيرة بالذات كان هناك تصريح لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مايو 2023 أكد فيه أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية مطلع يونيو وفي زيارة لكسر جمود العلاقات دعا وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من بغداد إلى التعاون من أجل تصفية الإرهاب وكذا إنهاء العقوبات الاقتصادية على دمشق في بداية الشهر التالي استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السفير السوري في بغداد وأكد الجانبان على أهمية تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات لسيما الاقتصادية بعدها بأيام زار السوداني نفسه دمشق والتقى الأسد في زيارة هي الأولى لمسؤول عراقي بهذا المستوى إلى سوريا حيث أكد الجانبان هناك على ضرورة تعميق العلاقات دكتور عبدالقادر نحن نعلم أهمية التعاون بين العراق وسوريا في ملاحقة بالتحديد في الأولى الإرهاب عبر تبادل المعلومات التي تحدث عنها الدكتور علاوي الاستخبارات لكن السؤال إلى أي مدى سيكون هناك بالفعل تعاون حقيقي يفضي للقضاء على ذلك في ظل ما يعيشه البلدين من إجراءة تمنية حقيقة ليست في أفضل حالاتها طبعا أولا التعاون العراقي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بدأ منذ سنوات طويلة ولا ننسى بأن العراق مد يد العون إلى سوريا لمواجهة التنظيمات الإرهابية وبالمقابل جرى تبادل خبرات ومعلومات بين كل الجانبين خاصة بأن داعش في فراغ ما في لحظة ما حقق سيطرة جغرافية واسعة في كل من سوريا والعراق وأصبح مصدر تهديد لاستقرار المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين وسوريا والعراق بتعاونهم استطاعوا القضاء على بنية التنظيم البنية الجغرافية المركزية وبقيت هناك فلول جيوب لداعش خلايا استفادت من تأمين غطاء وحماية من بعض الأطراف مناطق بصراحة هي تخضع لنفوذ ولسيطرة القوات الأمريكية وبالتالي هذا ما منع الجيش العربي السوري أو منع التقدم في تلك المناطق واستمرار عملية تطهير كل من سوريا والعراق كذلك العراق عانى في بعض الجوانب من وجود تلك الخلايا بكل الأحوال محاربة الإرهاب مستمرة وإرادة كلا البلدين الإرادة السياسية والإرادة الشعبية موحدة في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومنع التطرف على الإطلاق طبعا التطرف كما نعلم لا يواجه فقط من خلال إجراءات أمنية بل سعى أيضا كلا البلدين كلهم على حدة في إجراءات وتدابير حكومية تتعلق في قضايا مواجهة الفكر المتطرف وتقديم خطاب التوعوي وأيضا جهود فيما يتعلق بمشاكل البطالة والفراغ والشباب كثير من تلك القضايا التي استغلها تنظيم داعش الإرهابي فأنا أعتقد بأن هذه الجهود مستمرة لم تتوقف ولن تتوقف بل بالعكس هي ستعمل على استمرار التبادل للمعلومات والخبرات خاصة وأن التنظيمات الإرهابية أيضا تطور من أدواتها لأجندة غربية تريد إدامة حالة الاستقرار في المنطقة عموما نعم دكتور حسين وأنا أقرأ في التحضير لهذه الحلقة كثير من السياسيين يعتبرون بأن كل ما يحدث في سوريا يؤثر مباشرة على العراق نقطة الأفكار والتوعية وكل ما يتعلق بما يفرز فلول إرهابية سواء داعش أو غيرها كيف ترى مسار العراق فيها بما يخدم مثل هذا التعاون ما بين البلدين النقطة التي ذكرت دكتور عبد القادر هذا سؤال مهم جدا حقيقة لدينا مشكلة كبرى الآن اسمها مع عسكر الهول وهذا ما تحدث به الآن السيد رئيس وزراء الإصلاد محمد الشيع السوداني مع السيد رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد حول هذا الموضوع وبالتالي نحتاج إلى إجراءات متعددة من قبل الدول في التحالف الدولي وكذلك بالمقابل في المجتمع الدولي عملية التسريع لتفكيك هذا المعسكر مهمة جدا للعراق والعراق بدأ يسحب العديد من المواطنين الذين هم عراقيين وكذلك بدأ يشجع الدول من خلال منظومة التحالف الدولي على سحب كذلك رعاياها وبالتالي عملية التفكيك هذا المعسكر هو واحدة من المهام الأساسية في القطاع الأمني الآن ما بين الطرفين خاصة إن كان على الجانب الاستخباري وعملية منع وتجفيف منابع التفكير الإرهابي والتكفيري والإجرامي سواء من تنظيم الإرهابي داعش أو غير من التنظيمات الإرهابية الأخرى التي هي ما زالت لها جدور في المنطقة لكنها فقدت القوة والقدرة والتأثير كذلك على المسار المسرح الأمني وكذلك بالمقابل على صعيد الحدود العراقية السورية هناك عمل مشترك وتبادل المعلومات الاستخبارية من خلال غرفة التنسيق الرباعية أو كذلك من خلال الأجهزة المباشرة والحوارات المباشرة التي تجري بين الأجهزة الأمنية العراقية والسورية والتي مهد الآن لها السيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشيح السوداني في مسار للتعاون والشراكة وإعطاء مثل ما ذكر ضيفك من سوريا العزيزة أنه مهد وإعطاء القرار السياسي الآن لهذا التعاون في مواجهة المخدرات في مواجهة الجريمة المنظمة في مواجهة الأنشطة الإجرامية التي قد تكون الفترة الماضية قد أسست لها وكذلك مواجهة عمليات غسيل الأموال وغيرها حقيقة من التحديات الأمنية الأخرى والتي قد تظهر على مسرح العمليات في مسرح المسار الحدودي العراقي السوري وكذلك في مواجهة إرث التنظيم الإرهابي داعش وهو فكرة التطرف التي كانت هي واحدة من التحديات الكبرى للدولة العراقية والتي انتصرنا عليه في عام 2017 وكذلك بالمقابل مسار الجمهورية العربية السورية والجيش العربي السوري في مواجهة الجماعات الإرهابية إن كانت تنظيم الإرهابي داعش أو غيرها من التنظيمات الإرهابية الأخرى إن كانت حتى تنظيمات محلية وهذا بالتالي تبادل الخبرات وتبادل الإجراءات وتبادل كذلك المعلومات سيموهد لعملية تجفيف منامع الإرهاب وبالتالي إنها وجود لجماعات الإرهابية على الأراضي العراقية من جهة وعلى الأراضي السورية من جهة أخرى دكتور وسيد هشامي فيما يخص ملف مكافحة الإرهاب تركيا بشكل أو بآخر هي متهمة في عملية مرور الإرهابيين عبر حدودها كيف من الممكن أن يسهم هذا التعاون اليوم الذي يحصل في نفي أو تقليل هذا الاتهام الذي تواجهه تركيا دوما يعني من قبل سوريا والعراق أيضا يعني الاتهامات متبادلة يعني تركيا أيضا تقول بأن هناك إرهابيين يتسللون من خلال شمال العراق وشمال سوريا إلى الداخل التركي وتقصد هنا طبعا تنظيم بكاكا الإرهابي أو حزب العمال الكردستاني الإرهابي فعلى دول المنطقة أن تتعاون ضد هذه التنظيمات الإرهابية دون فصل أي منها يعني مهما كان الإسم مختلف يجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين هذه الدول وترك ربما لغة الاتهامات المتبادلة التي لا تؤدي إلى أي نتيجة لصالح كل من هذه الدول والاتجاه نحو التنسيق المشترك في مكافحة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها في هذه المنطقة فهذا هو السبيل الوحيد للتخلص من مشكلة الإرهاب في المنطقة التعاون الدولي التنسيق الدولي أن يكون هناك آلية مشتركة يتم الحوار من خلالها ويتم بناء خطة طريق سياغة خطة طريق والإقدام على خطوات ملموسة في مكافحة هذه التنظيمات المشتركة من قبل طبعا هذه المنظومة لذلك أعتقد بأن مثل ما قلت لك التلاثن أو التراشق بالاتهامات ليس أمرا صحيا لسيما إذا كان هناك نية مشتركة في القضاء على التنظيمات الإرهابية بل التعاون هو السبيل الوحيد للحل هذه المشكلة هذا فاصل قصير مشاهدين الكرام ومن بعده نتابع هذه الحلقة من برنامج الرابط لا تذهبوا بعيد أهلا بكم مرة أخرى في مايو الفائت عقدت اللجنة السورية العراقية المشتركة اجتماعها الحادي عشر لمناقشة أوجه اشتراكة الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمارية أيضا والتعليمية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد الخليل شدد خلال ذلك الاجتماع على همية تعزيز حجم التجارة بين سوريا والعراق وتذليل العوايق والصعوبات التي تواجه ذلك دكتور عبد القادر اللجنة السورية العراقية المشتركة وقعت عدد من مذكرات التفاهم المشتركة وريد أن أسألك عن مدى تأثير ذلك على واقع البلدين من النواحة الاقتصادية طبعا لا شك بأن معدلات التبادل التجاري بين كلا البلدين مرتفعة وصلت إلى أكثر من 22% العراق يحظى بأولوية في موضوع المعاملات التجارية طبعا تأثر في بعض المراحل بسبب سيطرة التنظيمات الإرهابية على ممرات النقل بين كل من سوريا والعراق هناك عادة يعني كما هو العادي هناك تفضيلات مشتركة لدى مستهلكي كلا البلدين للسلع والبضائع والمنتجات أيضا هذا الأمر طبعا حفز ضرورة عقد اجتماعات اللجنة السورية العراقية المشتركة طبعا اجتماعات بشكل دوري من أجل بحث آلية تزليل العقبات المصاعب التي تواجه نمو التبادل التجاري من جهة وأيضا في بحث آلية إقامة مشاريع مشتركة اقتصادية في كلا البلدين بما تنعكس إيجابة خاصة وأن لدى كلا البلدين مزايا نسبية اقتصادية تكاملية نستطيع القول بأنه يمكن خلق تكامل اقتصادي شراكة إقليمية حقيقية طبعا نتطلع لأيضا أن تتسع دائرتها لتشمل دول الجوار الأشقاء العرب لبنان الأردن المملكة العربية السعودية دول الجوار الإقليمي هذا كله لا شك بأنه يسهم في تحقيق نوع من الاستقرار والازدهار خاصة بأن اليوم الشعوب المنطقة بحاجة اليوم بعد سنوات من المعاناة والحصار والتحديات المشتركة اليوم بحاجة إلى أن يكون هناك أمل بغد أفضل بمستقبل أفضل وبالتالي من هنا نجد بأن البوابة الاقتصادية والمدخل الاقتصادي مدخل مهم لتجاوز الكثير من الخلافات أو العمل على إن لم يكن تصفيرها العمل على تحجيمها ما أمكن من أجل تحقيق استقرار إقليمي ينعكس إيجابا على الجميع طيب دكتور حسين يعني لا يمكن أن نغفل بأن الحكومتين العراقية والسورية هي حكومات معاقبة ربما تكون سوريا بشكل أكبر وبنسبة أكبر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية السؤال ما الذي سيقدمه البلدين المعاقبين لبعضهما وقد يخلق اقتصاد مشترك فيه هذا التكامل الذي يتحدث عنه الدكتور عبد القادر يعني العراق لا يمتلك حقيقة عقوبات في أي طرف دولي حقيقة وبالتالي العراق بعيد عن العقوبات العراق تجاوز مرحلة النظام السابق التي هي ما قبل 2003 يعني صاح لك هذا الأمر أخي العزيز لكن بالمقابل في الجانب السوري هناك دعوات طبعا من قبل الحكومة العراقية لرفع العقوبات الدولية على سوريا كون العراق قد مر بهذه العقوبات ما قبل 2003 والشعب العراقي عانى من هذه المشاكل وسوريا وحقيقة كل دول الجوار قد تضامنت لعبة أدوار مختلفة في هذه المرحلة التي كانت على العراق إلى حين عملية التغيير التي حصلت في العراق وبالتالي الآن العراق يسعى إلى أن يكون مسار آخر للتعامل مع الدولة السورية وهي عودة العلاقات العربية السورية وهذا ما ركز عليه العراق من قبل الجامعة العربية كذلك التبادل التجاري الذي يحدث وكذلك تبادل الخبرات وتبادل المشاريع الاستثمارية طبعا تعمل عليه الآن الحكومة العراقية وكذلك الحكومة السورية وتوقع أن هناك مسارات أخرى من قبل الجانب الأردني والجانب السعودي وكذلك الجانب الإماراتي وكذلك بالمقابل دول عربية أخرى حقيقة في مقدمة مصر وكذلك لبنان وهذا بالتالي ما يجعل عملية التعافي للمنطقة العربية والمشرق العربي والشام مهمة جدا للمنطقة ولذلك نرى أن واحد من المسارات المقبلة خلال المرحلة القريبة حقيقة سيكون قضية الأمن الغذائي وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر ممكن أن يلعبوا دورا كبيرا في هذا المسار كذلك تبادل المسارات والمواقف السياسية باتجاه مواجدة ندرة المياه واستخدام كذلك مواقف الدول العربية وكذلك الجامعة العربية في قضية الحديث وكذلك الحوار مع تركيا في هذا المجال باعتبار الدولتان المتضررتان من ندرة المياه هما العراق وكذلك سوريا والعراق الآن بدأ يتأثر بانقفاض مناسب الفرات وهذا بالتالي ما جرى الحوار به من قبل السيد الرئيس الوزراء مع الرئيس بشار الأسد وبالتالي هذه المسارات ستجعل من أن هناك مرحلة جديدة لاستقطاب مشاريع استراتيجية في قضايا أمن الغذائي وهي توازي قضايا النقل الدولي الذي بدأ به العراق الآن بطريق التنمية والذي لاقى كذلك ترحيبا كبيرا من قبل الدول العربية والدول الإسلامية المحيطة بالعراق وهذا بالتالي ما يجعل المستثمرين وما يجعل كذلك مسار العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين أو ما بين البلدين والمنطقة مسار أساسي وهذا بالتالي ما يغير صورة المنطقة حقيقة نحو عملية التلاقي وعملية التنمية وعملية رفع المؤشرات الاقتصادية للمنطقة سيد هشام يعني أنا أريد أن أسألك عن كيف من الممكن أن تخدم تركيا هذا المسار الاقتصادي الكبير الذي يحصل والذي أنت أكد في حديثك بأنه في حال حصل سيكون تأثير وأيضا إيجابيا على تركيا ويخدم تركيا وكنا نتحدث عن سوريا اقتصادها يعني فيه شراكة كبيرة وتبادل تجاري كبير مع الاقتصاد العراقي نعم يعني في مثل بيقول لزجارك بخير أنت بخير يعني أعتقد بأنه أرقام التجارة البينية بين تركيا وسوريا قبل طبعا الأزمة السورية كانت أكبر دليل على أن هناك مصلحة مشتركة بين تركيا وسوريا تقدر بمليارات الدولارات علاوة على أن كانت سوريا أصلا الباب المفتوح لتركيا على العالم العربي يعني كل الصادرات التركية كانت تكون من خلال الأراضي السورية وجزءا منها كان من خلال الأراضي العراقية إذن من الناحية الجغرافية تركيا مضطرة للتعامل والتعاون مع العراق وسوريا لكي تتواصل مع العالم العربي وإفريقيا أيضا من حيث الموارد الطبيعية تركية تفتقر للغاز الطبيعي والنفط ونعرف بأن الدول العربية لسيما العراق غنية بالنفط وهناك أنبوب نفطي حقيقة مشهور يعني يبدأ من العراق وينتهي في أدنى أو في تركيا فأيضا العراق يحتاج للأراضي التركية ليصدر الطاقة العراقية أو النفط العراقي فكل هذه المصالح المشتركة تستوجب حقيقة التعاون بين تركيا والعراق وسوريا لتحقيق مصالح اقتصادية تصب في صالح الجميع ونعرف أيضا أن الحجم التبادل التجاري تحدثنا كثيرا عن سوريا ولكن العراق أيضا لا تقل أهمية عن سوريا بالنسبة لتركيا لسيما بالنسبة للصادرات التركية بالمجال الغذائي واستراد تركيا النفط من العراق علاوة على كل ذلك أيضا موضوع المياه يربط هذه الدول بعضها البعض أعتقد بأن تركيا هنا يجب أن تستجيب لنداءات العراق وسوريا على حد سواء في موضوع سياغة خطة مشتركة في إعادة تقسيم مياه الدجلة والفرق نعم وهذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل بالتأكيد مشاهدين الكرام هذا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة هذا النقاش إلى الرابط أهلا بكم مرة أخرى بينما يجتمع الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني في دمشق تواصل طائرة تركية حربية لليوم الثالث على التوالي مهاجمة مناطق جبلية عراقية حدودية في إقليم كردستان العراق يأتي ذلك ضمن عمليات عسكرية تركية برية وجوية أطلقتها أنقرة منذ منتصف عام 2021 تستهدف من خلال عناصر حزب العمال الكردستاني هذا بالتوازي مع استهدافها للأكراد في سوريا عبر وجود قواتها شمال البلاد رئيس الوزراء العراقي تطرق في كلمته أثناء زيارة إلى أزمة شح المياه التي تعاني منها سوريا والعراق شدد أيضا في حديثه على ضرورة التعاون لضمان الحصص المائية العادلة والحديث مع دول المنبع لضمان تلك الحصص يواجه كل البلدين الشقيقين تحدي شحة المياه وجفاف الأنهر وتأثيراتها المناخية والبيئية على المنطقة نحتاج أن نتعاون بيننا بما يقمن الحصص المائية العادلة وبنفس الوقت التحرك والحديث مع دول المنبع في ضمان الحصص المائية والإطلاقات المائية العادلة لسوريا والعراق أما الرئيس السوري بشار الأسد فقد أشار إلى تحديات مشتركة تواجه العراق وسوريا معا أبرزها ما وصفه بسرقة حصتهم من مياه الفرات من قبل دول لم يسميها في حديثه يضاف إلى ذلك أن بعض دول الجوار تورطت بشكل مباشر في دعم هذا الإرهاب إما لأسباب توسعية أو لأسباب عقائدية متخلفة كما نعرف بالإضافة للتحدي الأكبر وهو سرقة حصة سوريا والعراق من مياه نهر الفرات وما يعنيه هذا الشيء من عطش ما يعنيه من جوع بسبب الوضع الكارثي للمحاصيل وما يعنيه من انتشار للأمراض وتفشي للأوبئة والجائحات دكتور عبدالقادر من هذه الجزية التي تحدث عنها الرئيس السوري ووصفها بسرقة كيف من الممكن أن ينعكس بالفعل هذا التعاون على مكافحة كل ما توجهه أو توجهه سوريا والعراق من اتهامات لمن قد يوصلها إلى كارثة مائية بالفعل مما لا شك فيه بأن سوريا والعراق تعاني من عوز مائي وخطر حقيقي يعني أمن مائي بالفعل مهدد في كلا البلدات وفي المنطقة عموما يعني اليوم خط الفقر المائي وعدم توفر مياه نظيفة ومياه صالحة للشرب مشكلة حقيقية ولكن سوريا والعراق تعاني بسبب أن الجانب التركي ومنذ عقود طويلة رفض أن يكون جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الاستخدامات غير الملاحية للمجار المائية الدولية ويتذرع بمبدأ السيادة المطلقة ويرفض الاعتراض بنهري الفرات ودجلة على أنهم أنهار دولية وبالتالي ويتحدث عن بحث لجان فنية لاستثمار أمثل للمياه ليس على استعداد للتباحث حول توزيع حصة مياه عادلة وأن يكون هناك عدالة في توزيع حصص المياه من جهة أو أن يكون هناك عدالة في موضوع أيضا إقامة السدود التي أثرت بشكل كبير خاصة سد أتاتورك العظيم هذا كله أثر بشكل كبير على الواقع المائي في كلا البلدين بالإضافة أن سوريا أيضا يتم قطع المياه بشكل متعمد وبشكل مستمر على أهلنا المتواجدين في منطقة الجزيرة وهذا يفاقم من المعاناة أهلنا وأشقائنا في العراق يعانون أيضا بسبب نقص حصة المياه التي أثرت بشكل كبير على ازدياد معدلات الجفاف والتصحر وأيضا انتشار الأمراض والأوبئة وهذا خلق مشاكل اجتماعية حقيقية في تلك المناطق واضح دكتور وريد أن أسأل دكتور حسين عن الشق آخر وهو الهجمات الجوية التركية على الهداف الكردية المستمرة إلى أي مدى بإمكان هذا التقارب بالفعل أن يقف أو يكبح جماح مثل هذه الهجمات المستمرة يعني أكيد العراق وسوريا وتركيا ورثا مشكلة البككة وهي على مدى 40 سنة لحد الآن حقيقة لم نصل إلى صورة مشتركة الآن العراق يريد أن ينهي هذا المسار من خلال بعد تحرير المحافظات التي سقطت بيد التنظيم الإرهاب الداعش منذ عام 2017 وخصوصا في سنجار وخصوصا في شخابور وبالتالي امتداد السيادة العراقية سيعزز هذا الموضوع تلاقينا طبعا مع السيادة السورية والقوات الجيش العربي السوري طبعا مهمة جدا وهذا ما تعمل عليه الآن الحكومة السورية وتشجعه طبعا قياة العمليات المشتركة العراقية على اعتبار أن هذا المسار هو المسار الأساسي في عملية مسك الأرض عودة النازحين عودة الاستقرار وهذا بالتالي ما لا يعطي للجانب التركي المبرر باستخدام طيران الجوي المسلح باتجاه المعارضين السوريين ومن جهة أخرى ندعو لعملية التسوية السياسية لأن عملية التسوية السياسية مهمة جدا لهذا المسار وكذلك بالمقابل امتداد القوات المسلحة العراقية على مسار الحدود أو المثلث العراقي السوري التركي يعطي سيطرة تامة لإنهاء هذا الملف لأننا ورثنا منذ عام 2013 كموجة أخيرة حقيقة عانى منها العراق وما زال يستخدموا الجانب التركي باتجاه ضرب المعارضين على الشريط الحدودي أو على بعض القرى وواضح والمدن وهو ما ولد مشكلة كبيرة في حماية وتوفير الأمن والاستقرار لمواطنين ولذلك الحوار الآن الذي يجرى ما بين العراق وتركيا والعراق وسوريا مهم جدا لعملية تفكيك هذه الملفات التي كانت تحتاج إلى إرادة سياسية لأستقرار سياسي كذلك في سوريا وتصور واضح من قبل الأطراف الثلاثة باتجاه مواجهة هذه الظاهرة سيد هشام هل بالفعل ما أجمع عليه ضيوفي من بغداد ودمشق بأن الجانب التركي بين قوسين يتعنت أو لا يريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات أو حتى التباحث بشأن هذه القضايا مثل الموضوع البككة وأيضا موضوع المياه هل اليوم عملية الاستقرار التي تتم بالنسبة للسوريين وأيضا من قبلها منذ فترة في العراق ستساهم في أن بالفعل يجلس الأتراك على طاولة واحدة ويجدوا حلول جذرية لمثل هذه الملفات أي مشكلة تفاقمها سيدر طبعا تركيا أن يكون هناك جفاف وتصحر في العراق أو في سوريا فذلك يعني موجات نزوح نحو تركيا مرة أخرى فتركيا ودول المنطقة يجب أن يخططوا على تقسيم المياه على الأمد البعيد لأن عدد السكان أيضا يزداد فما بالك يعني اليوم إذا كان هناك مشكلة في المياه نعم سيد هشام أنا أعلم تأثيرات ذلك ولكن أقصد هل اليوم ما يحدث من عملية استقرار سياسي في المنطقة اختلاف من توجهات تركيا في التعامل مع دول الجوار قد يدفع الأتراك بالفعل للبحث مع الأطراف ذات العلاقة لإيجاد حلول بالفعل واضح جدا أن الرئيس أردوغان يدعو حتى النظام السوري للحوار يعني من أكثر من مرة تحدث عن ضرورة اللقاء الرئاس على سعيد الرئاسة مع الرئيس السوري ولكن يعني كمان يجب أن نقف عند نقطة يعني نرى أن الموقف العراقي بناء أكثر من الموقف السوري يعني أن يصف مثلا الرئيس السوري أن تركيا تسرق حصتهم وما إلى ذلك هذا الأسلوب يعني أعتقد بأنه لا يحل الإشكالية والخلافات بل يجب أن يتبني هناك ربما تغيير لهجة الاتهامات هذه وتبني لهجة إيجابية تحف دول للجلوس على طاولة ويعني إيجاد حل مشترك لهذه المشكلة طيب واضح جدا ضيفي من دمشق ربما يكون هناك تعليق سريع في أقل من دقيقة على عملية حدة التصريحات التي اليوم أطلقها الرئيس السوري وكانت مستمر أيضا منذ فترة طبعا يعني اليوم هذا الأمر يتوقف على أن تخرج تركيا من دائرة التصريحات الإعلامية أو الود الإعلامي إلى أفعال يعني نريد أفعالا تصرفات ميدانية تنسيق حيوي جاد وحقيقي من أجل معالجة هذه الملفات سورية حريصة على علاقات حسن الجوار مع الجانب التركي تركيا دولة جار وتربطنا معها علاقات تاريخية وجغرافية واجتماعية وغير ذلك ولكن ونحن نريد الاستقرار ونريد الاستقرار ونريد الأمن القومي التركي أن يكون مستقرا ومستتبا لكن لا أن يكون على حساب الأمن الوطني السوري وبالتالي هذا يستلزم خطوات وتنسيق وتعاون ناضح جدا دكتور اتضحت الفترة بينها كل من تركيا وسوريا نعم شكرا جزيلا لك الدكتور عبدالقادر عزوز المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري كنت معنا من دمشق من بغداد أيضا الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي ومن اسطنبول السيد هشام جناية الكاتب والباحث السياسي المختص في أشؤون التركية شكرا لكم جزيلا جميعا شاهدين الكرامة عود وأذكركم بسؤالي الرابط في هذه الحلقة وهي ما هي المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحققها أو يحقق التقارب بين سوريا والعراق وأي تحركات سياسية للبلدين في ملفي حصص المياه وتدخلات أنقرة ضد الأكراد بعد استفاضة في النقاش مشاهدين الكرام خلص ضيوفي إلى أن اللجنة السورية العراقية المشتركة تعمل على مناقشة الرسوم الجمركية بما يوفر الزمن والتكلفة وتعمل أيضا على رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين التعاون أيضا بين الطرفين لحسب ضيوفي سيفتح عدة مسارات سياسية عبر مجلس الأمن والجامعة العربية بما يحفظ حقوقهما السيادية في ملفي الأمن والمياه نهاية هذه الحلقة مشاهدين الكرام من الرابط غدا بالتأكيد حلقة جديدة وملف جديد نلتقيكم فيه عند السادسة بتوقيت السعودية في أمان الله اشتركوا في القناة